قال نائب محافظي بنك الشعب الصيني تين ويلو إن سياسة نقدية لهذا العام ستكون أكثر مرونة واستهدافا مضيفا أن البنك المركزي سيعطي الأولوية لاستقرار سياسة ويتجنب التحولات المفاجئة كما قالت إن البنك المركزي سيمنع التقلبات الكبيرة في أسعار الأصول في البلاد من خلال سياسات احترازية كلية طلب بنك الشعب الصيني أيضا من شركة أنتكروب ضمان جودة خدماتها المالية حيث تعمل على تصحيح أعمالها وفقا لتين شكلت شركة أنتكروب مجموعة عمل وتقوم بإعداد جدول زمني للتغييرات بتوجيه من المنظمين وتستمر في تسيير أعمالها كالمعتاد